اشتركوا في القناة جمهورية مصر العربية في شتى الميادين إضافة إلى مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والأحداث وتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي ويرافق صاحب الجلالة في هذه الزيارة وفد رسمي مكون من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي مع الشيخ سلمان بن عبدالله الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة مع الشيخ حمد بن إبراهيم الخليفة سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار صاحب الجلالة للشؤون الاقتصادية مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزيره الخارجية سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار صاحب الجلالة لشؤون الرياضة والشباب سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار صاحب الجلالة لشؤون الإعلام مع الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي مع الشيخ خالد بن علي بن عبدالله الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصر في البحرين المركزي سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير التجارة والصناعة والسياحة سعادة السيد سميرة بن تبراهيم بن رجب المبعوث الخاص بالديوان الملكي سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام سعادة الفريق الركندية بن صغر النعيم رئيس هيئة الأركان سعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضال رئيس المراسم الملكية سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لجلالة الملك المفدة اللواء الركن طيار محمد بن محسين المسلم رئيس شؤون المتابعة الملكية سعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية رافقت العاهلة المفدة السلامة في الحل والترحال